السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أكثر من سبع سنوات وخونت الوطن ينسجون قصصا خيالية حول اختفاء الأميرة سلمة أو حول مقتلها حسب ما يزعمون لكن الآن ظهرت الحقيقة وخسئ الذين يخونون ويغضرون بهذا الوطن هذا موضوع حلقتنا من أجل فضح هؤلاء الخوانة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا مرسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد كما عاهدتم إخواني أخواتي كيكون فيها شي شويش نتع المراح كيكون فيها شي شويش نتع الضحك وتيكون فيها شي شوية ديال البعقول يعني الحلقات انتهت وحفة معروفة بأنها مكلة ودوى أتذكروا إخواني أخواتي زكيكو أي حلقة يختمها بماذا؟ أين هي الأميرة للاسلمة؟ أين هي الأميرة المعنفة من طرفه؟ أين هي الأميرة؟ وأكثر من هذا هو أنه طلب يديها خطبها ودر طلب الأمم المتحدة يعني كيبغيبين بأن الأميرة سلمة مختفية أو لمقتولة حسب زعمه ولكن الظهور ديالها البارحة في اليونان رفقة أبنائها الاثنان الأميرة خديجة والأميرة الحسن كشف الفضائح والمؤامرات والإشاعات والأكاديب ديال الخوانة ديال الوطن أوديران شري سير تقول فيها ما يتقبلوش العقل أوديران تدبت تتضرمها كتتضرمها مؤسسة ملكية عريقة مش يقير عريقة متنا نضروش على طناش القرن وتنا نضروع لامتداد هاد المؤسسة الملكية امتداد لوحد شجرة عريقة امتداد لشجرة عريقة واش تتضن تمنى غاديت باتلان درتي أنا معلم أعتقد درشية التالة في حلقة يوميا يختي واش تضن هاد المؤسسة الملكية ولد دولة غاديت جيوبك غاديت جيوبك أين هي الأميرة للأسلمة المرارة معززة مكرمة كتسارة مع وليدها وكتسارة مع ابنتها معززة في كامل أناقاتها في كامل في نيد أين هي الأميرة أعطي ما زلت أن تفكر نذكره 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 كل حلقة بشي يختبع الله يرد عليكم باللاتي باللاتي طرحتي هذا السؤال آلاف المرات وهذا الجواب الجاسيب ها هي الأميرة سلمة وقيت هذا بأم برتيك والله الآن شوف أنا كتعرفني حنين كما مشيت الفاجار مشيت ليلة الصبيطار اليوم في صوي سراق سوّلت على للمالادي ديالا أنا ممكن أنا ممكن زي ما بش تعرف شوف أرى يدك يدك منك واختكون مش داما شتي يدك منك واختكون مش داما تتبقى مغريبة يا صعبي واخنتك تقول المواطن الفرنسي عدت الرأس ترأس عدهم والله إلا عدت الرأس عدهم أنا ممكن اللي نجمع لك فلوس ديل الطبيب النفسي والله نديروا لك شي صينية ونديروا لك شي 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 حاجة وهي الأميرة هاي الأميرة اللي السلمة بنت اليوم هاي الأميرة اللي السلمة الناس كاملين عارفين الفيديو أنا غير لكي تعم الفائدة لكي تعم الفائدة ها أم تصوراتها سيدي يلا يلا معرفتك شنو ها تقلقى تقول من بعد اليوم ها هي يا دي الأميرة اللي السلمة مع ولي العاد حافظه الله يا دي المشيين ها يا دي الأميرة اللي السلمة وش هي ولي ما شية شغا تقول ده صبح الله اللي العظيم هات الناس وصلوا وصلوا لواحد درجة دي الحماق دي الهديان عيق وشي قصاص وشي إشاعات وعبعد الإشاعات أنا اللي عارف شطاري اللي السلمة أنا اللي عارف أنا اللي عارف شي غدرا دي الله در خاوي يا عفو لأن اللي عارف جالسين معلي وما بهم تعشاوا وقفت علي الأميرة اللي حسنة قاتلي أنه دي غسلي المعنى قاتلي اللي السلمة أنه بفكتي انا يالله ادرك العشاء ادرت الحم بالخور شوف النوبة فيكتي النوبة فيانا النوبة فيكتي النوبة فيانا النوبة فيكتي ماذا اعطاه الفردي اعطاه اليها الفردي ديال عبت السامات اللي عودت الناهلي هزين بالخيار عدو عدو فردي عدو فردي النوبة في المخبرة ملت ان الفردي من ان يتبه المخبرة مش محبرة قتلت المرأة حسنان انه ان تدفن المرأة ادفن كيف حدث انا ادفن هكذا شكراً للجطة الشيء يدفنทش العبن فيه ادفنها وهي هي ولدها هاااااااااا فردي بيجا جاء من عدع السامن شكل فضح عبد السامن فضحات وزين بتخيار اللي شطبوح لهم من محامة ضارت الدورة عارفوا بأن داك الفردي للي حسنة جيبت بالله يا عليكم هيدا الهورا عش هيدا تخربتك انت تغضروا على عائلة ملكية عريقة مش غير عريقة امتداد لوحد الشجرة وحد الشجرة طيبة وشي صحابكم العائلة الملكية صحابكم مش هدو ولاد القدافي صحابكم مش هدو ولاد صدام لي كيهدو الفرادة وبدو تيرو في الزناقي هدو رات تربيه دل حاسم تاني ويرجعوا غير رجعوا غير للسوشال ميديا ورجعوا للبراميج وشوفوا المولوك عندنا كيفيش كي يترباو الناس لي كتفاق مع الفجر سيستام تعليمي صارم صارم عمركم سمعتوا بالله عليكم عندنا اميرات وعندنا امراء كينهم ولا يرشيد للحسنة للامريم عمركم سمعتهم تكرفصوا على شي مواطين ولا يجبدوا شي صداع تيبانوا هي في المناسبات ومن ان تيبانوا كتبالك النخوة دي المغرب الاميرات كتبالك النخوة دي الاميرات الكفطان المغربي المصالح الاجتماعية هل يشد المصالح الاجتماعية القوات المسلحة هل يشد المصالح الاجتماعية هل يشد المعاقين هل يشد الصم والبكم الناس كتخدم في كل ما هو اجتماعي هل يشد الصورة دي الولاد القدافي تبعوتها شنو علش حزدين هاد البلد الامين علش حزدينه كل ما في الامر هو ان هادو اللي كيحسبوا رأسهم معارضين حاقدين على البلاد وخصوم يشوهو الصم على البلاد بأي طريق عوالوا بالكاديم كل ما في الامر الحقيقة هي ان الملك والاميرة ما تفهموش في مشكل عائلي شخصي تلقوا هذا راجع بلغ من القصر الملاكي يعني مسألة عادية اي واحد كتجوج اي واحد كتطلق مكين بس مكين مشكل غير تلقوا بقول اشاعة لا واقتلوها الفردي طا طا لا حولها ولا قوتها الا بالله بالله عليكم هاد المواطنين والمغاربة كاملين انتحدى الشي واحد يجي يقول لك عندي شي مشكل شي نهار طرع ليه معشي امير ولا اميرة انتحدىهم ولم يكرم او لم يكرم جيبدوا لي الشي مواطن وقف معشي اميرة ولا معشي واحد يوقف معهم في بحاكيم وسبح الله ملقوا من يندو يدوزوا اينا هي الامير اللي اللي السلم هاللي كيقول ضربة فردي هاللي كيقول ضربة فادي هاللي كيدر وكأننا هنا يرى هادور اوليد القدافي ده ببي لاي عليك الكداب ازكيكو نحايدوا هادي دي الامير اللي اللي السلمشتها شفتها ااكي مذكرة اعتقال على الحموشي في فرنسا انا نخلص لك الطيارة بيزنس كلاس فرست كلاس شصير لفرنسا ادخل لفرنسا حموشي دخل لالالمانيا ادخل لالالمانيا وش تتعقلو اخواني اخواتي بيش تيقول لك بالله يعني كم تيقول لك المالك طلب الموت الرحيم من عن الطبيب الفرنسي ديرو وش كعارفين بانه بيش كانت تعقلو بيش كانت يقول بانه اللي تيصلي بالمغاربة نهار العيد على امير المؤمنة قلت لك الله رامشي هو مشانا قال دك شي دي الهولوغراما مشانا لدك شي دي الدومة ومشانا لدك تخرباق ودك الروينة بالله عليكم شكون باقي يتيق هاد الاوغاد ولا هاد الحقارة دي الناس اين هي الامير قال الله سلم اين هي خمسة دي الماليار اللي اكتبه غير طب للشعب المغريبي والتريقل ودكلي غادين دير غادين دير لاصال دو سبورك فرنسا وغنسميه غنسميه محمد الساديش بس نهز رأيه دي المغريب ونعليه بسيدنا تكتبه غير طرب خمسة دي الماليار ونهز رأيه قالوا لك وشتها مسطي وليش تقول لي هم حيميد ما بقاش نهز رأيه دي الماليار ونهز بسيدنا ونهز مبتزو نصابه ولاد الحرام كلكم كلكم نصابه وهو طلع دي بعتشي دي باش نطلع قل لي هم اوه وارا دي بي وارا هادي والله يتوارا هادي والله يتوارا اوه را الحموش عارفنين قد السبت اعرفني غندل لي واحد حلقة فيها قنابيل شو من قنابيل جو بعدد القنبولة اللي اللي طرد دي الفرنسا را ما زال ما جوبتيش ودخلا لفرنسا متسليلا وقال لك الرئيس الفرنسي كان غادي يجريع للمدير الامن دي الفرنسا حيتقال ليه علش اعطيشي ويسام دي ببيلهي عليكم دي بلحاموشي غادي يمشي لفرنسا بيدعواتين رسمية استدعاء المدير الامن دي الفرنسا ماذا الاستدعاء هذا كيكون بلخبار رئيس دولة سيبة دولة دولة هادك موديل الامن عبارك اعطيشي اعطيشي وش دك موديل الامن يتعرك بوهده سبحان الله العظيم كيفاش يتقنوا اختلاق القصاص والروايات سبحان الله سبحان الله وكيفاش انهم تبعين الروايات والقصاص الكاذبة من اجل يوتيوب وادسونسا سيجري عليهم مدير الامن يجري عليهم من خدمته حينت حقه اعطوا يسام الحموش يا اله برهوش سيحدث العاقل بما يعقل سيحدث العاقل بما يعقل اعطيشي حاجة مقبولة من اخدوها الشيز كيكو والله وتعطيني شي حاجة في هالمنطق فيها حس غير شوية دي المنطق والله تناخدها ناخدها تتخربها وتترون فيه ناهية المالك طلب الموت الرحيم فيه ناهية فيه ناهية ذاك اللي كيصلي بالمغاربة من هالعيد راميش المالك ذاك راو اي اما واحد تشبع ليه ولا ذاك شي دي الهولوغرام فيه ناهية انت 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 ازكيكو ما كتمرقش داب المراقية داب الحشمة من كنت تتفرق على العالم فين كنت انت داب دوك المتتبعين دياله في اليوتيوب اللي هو بالالاف سنين هو كي كتب عليهم والان تفضحوا بانت الحقيقة على الاميرا والسلمة وعلى الحموشي وعلى داب افين غير دير وجهه اش من كتبه غير كتب عليهم مرة اخرى دابا اه سبحان الله دلناس هادوش على وجههم قاصح اشتي على الحموشي انا كنا نجمعولك انا جاهس شخصيا كندير الخير في المريكان يولي الخير نديرو احتف كنادا نديرو لك شي صينيان صفتوك عند شي طبيب فهمتي يتالج ميمكنش اصا داباش غتقول فينا اين هي الاميرا ويقولهم انسانيا انا فرحان حيت بنت الاميرا اش يزيشي وعلى القاعدة صاحبي ما متيتصورش والخطير في الامر اخواني اخواتي واحد تنصيق بنتهم خطير التنصيق هذا كنك نسميه البنية السرية داباولة بنية مكشوفة ومفضوحة تيطلع انت تيطلع علي المرابط تيطلع لما عليش دواء دواء لدريس فرحان مالو جلك القضاء الايطالية رفضو تسليم دريس فرحان شكولي كيطلع الغد ليه؟ وهدي خطير جدا كيطلع حالين ونحن حدرنا طويلا من ان خوانت الداخل اشدوا لؤمن وحقارة وخطورة من خوانات الخارج من هدوكم لكي يعطوا المادة لكي يخدموا بها خوانات الخارج كيعطى لهم حلومة كيعطى لهم العقوخي دائما ما يقال ان حبل الكاذب قصير سبحان الله يوم يكذبوا في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن الايام تفضحهم وتكشفوا خيانتهم لهذا الوطن الحابي احفظ بلدنا واحفظ مالكنا واحفظ شعب المغرب واحفظنا من هؤلاء المخربين من هؤلاء المخربين اللهم من اراد ببلدنا سواء او كيدا اجعل كيده في نحره اخواني اخواتي لا تنسوا ان تتركوا لنا تعليقا بعد نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا